المجتمعات العربية 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 ام مشعوث ام راقي بالطريقة الشرعية كما قلت لانت قبيلك وحبك تكون معي صريح منذ البداية باش تكون الاسألة متاعنا موجهة وتتحمل انت المسؤولية متاح بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حوله ولا قوة ألا بالله رب يشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي انا راقي على كتاب الله وصنط رسول الله بمعنى بمعنى اكثر من القرآن والدعاء ما فهم شيء طيب تسمعك كان القرآن والدعاء مجموعة من الاسألة فيها المحرجة باش نوجهها لك مانيش باش نقول لك اقسم بالله انك باش تقولي الحقيقة لكن على الاقل باش نطلب منك بكل ود ان تقول الواقع والحقيقة باش الناس متضحكش علينا وفرض وقت ما يسيبنا حتى حد ونحن نحكو في موضوع شائك فما شكون يعتقد بوجوده وفما شكون يقول لي اليوم هل صحيح انه نصف التونسيين يعني يوم السحر ولا بتتابعة وشو أصلا الفرق بين السحر والتابعة صحيح بالنسبة السحر يخدم السحر يخدم مع الشياطين رب يقول أعوذ بالله مشتر جيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروتا وما روتا وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر أي السحر موجود يخدمه السحر مع الجن بيه والتابعة التابعة هي بيدها زادة هي بيدها تخدم على السحر وتخدم على التسلط هل صحيح أن نصف التونسيين يعنيوا من السحر ممكن نصف ممكن أقل ما نعرفش يمكن خمسين في المئة أو أقل ما نعرفش برشع بيه برشع بيه من الكبار للصغار بيه خليني نقول الآن هل أنا مسحور مثلا أنا نحاور فيك كيف تعرف إنسان مسحور أو إنسان يعاني من السحر بيش يتفرق بين الطبيعي واللي يعاني من المسألة هي بالنسبة للمسحور تعرفوا إذا كان عنده السحر مأكول أو مشروب يبدأ عنده انتفاخ في البطن ويطلق الريح بصعوبة في المنام عنده كشمار عنده منامات خايبة يشوف الكلاب والإحناش والحيوانات الكل يشوفها في المنام أو يشوف البعض منها يشوف خيالات في الدار يشوف يسمع بأسوات تعيط له تبدأ عنده جايع في راسه وفي أكتافه أو جايع في أسفل الظهر ساعات معنات يقع المرأة بلا يسزرق يبدأ عندها عاشق بلا يسزرق في ساقها أو في ده ساعات تبدأ حنة طالعة في ده صفرة ترقد لبس علىها وتفز يدها بالحنة ديما مغرومة باللمرأة ديما تفرج في المرأة أذي كان رهي ملبوسة تكون إذا كان ما عندهاش غاز في الكرش يكون عندها عاشق من الجن تخليلها في المرأة لأنه العاشق من الجن يدخل في ثلاثة بلايس يدخل في المرأة أو في بيت البانو أو في بيت النو إذا كان هي مغرومة باللمرأة ديما أه وتعشق روحها على المرأة نعرف اللي عندها جن عاشق كيفية تفرق بين الاضطراب النفسي والسحر إنه وجده السحر ديما يعيش في كشمار وديما راقد ديما يخمم ديما تعب يقدم خطوة يرجع عشر التالي ما حليله حد شي يتمنى إنه يموت يتمنى إنه يرتاح نفس الأوارض موجودة عند المضطرب النفسي منطرب النفسي حاجة أخرى ما نحكيه على السحر بنسبة للسحر روح الإنسان المسحور ديما تعب ديما يشوف الخيالات في الليل ديما يحس بوجاع في البدن يحس بالتنميل يحس معناتها كيف نقوله إحنا وجاع كبيرة في رأسه في ظهره يقدم خطوة يرجع عشر التالي ديما متفائل الخائب ما يتفائلش الباهي بكل وديما مسكين واحد وديما تعب ديما مريض ديما مرياجد ديما أذكروا علامة السحر يفز يعيط في الليل يفز يسيح يفز ساعات يشوف معناتها خيالات خائبة تفجعوا ساعات يجي حاجة تبرك عليه كل بطليس تخنقوا ساعات يحس بمسان يحس بجبدان أذكروا عنده المس من الجن بي هل تعتقد أنت بوجود السحر هل هذه حاجة مسلمة أم مجرد خزع بالات يتحدثوا عنها مش عوضون بش يبتزوا الناس وفكولوا مفلوسا السحر موجود وموجود في القرآن أنا نعطيك آيات من السحر إذا كان حاجة موجودة في القرآن انتهى الأمر هذا كلام الله ربي قول أعوذ بالله مشترجين بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون أي السحر اللي عملوا فيه موجود ولكن بطل وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة وساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال موسى ما جئتم بالسحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون أي السحر موجود وموجود في القرآن ومعمول به إلى يوم من هذا بيه فما شكون يتفرج ربما الآن في هذه اللحظة يقول يحاورون مشعوذ يعني أنت مجرد مشعوذ تبيع الكلام كيفاش أنا نجم نعرف اللي أنا نحكي معه إنسان واعي وطقي ويقوم بالرقية الشرعية بطريقة صحيحة وليس مجرد ساحر أو مشعوذ كيفاش نفرق بين الصحيح من الخاطئ بين الإنسان اللي بالحق يستعمل القرآن لمدوات الناس وبين إنسان آخر يبتزو الناس ويستعمل في طرق ملتوية فقط باش يبيع الوهم لمرضى نفسانيين بيه بالنسبة لها نعم الرقية الشرعية والرقية الشرعية مبنية على كتاب الله وصنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بيه طيب الرقية الشرعية ما تقرفها كان القرآن والدعاء إذا كان تخلى عليها حاجة أخرى تولي شعوذة إذا كان حتيت بخور ولا حتيت جبت تبش رأي ذكا رأي شعوذة الرقية الشرعية مبنية على كتاب الله وصنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من القرآن والدعاء ما فم شيء بيه كيف تقول رقية شرعية ونحن أحيانا نستمع إلى رقات تسمع ينطقون بالعبرية طلاسم كلام غير مفهوم تم تماء والقرآن وجاء باللغة العربية وفصيح ومفهوم ومسموع ويستعمل فقط معتها بالتلاوة الصحيحة أحنا اليوم نشوفه في ظواهر لا توصف مجرد خزعبلات وكلام غير مفهوم يباعه للناس بالمال أذكا السحر بيدو السحر أذكا بيدو أنت باش تعرفوا معتها الساحر الساحر أول شيء يسلك على اسمك وسم أمك أذكا رو ساحر ما تحكيش معاه يحط لبخور لإستحضار الشياطين رو ساحر يطلب منك الدباش يطلب منك تصاور أذكا رو ساحر عشر ألف في المياه ونعطيكم دليل نعطيكم دليل يطلب أي حاجة معتها خارج على القرآن أذكا رو ساحر باهي بالنسبة للساحر إذا كان طلب منك تصاور وطلب منك أحسابات أهرب من غير ما تمشيه رو عنا برشة سحرة وبرشة دجلة في البلاد أردوا بالكم إذا كان يقرأ قرآن صافي ودعاء نمشي معاك إذا كان تخلي في الغزاع بلاد أذكروا ساحر بيديه أردوا بالكم هل أنت حافظ للقرآن نحفظ القرآن لكن ما هوش الكل ما أنت مش نحفظ ستين حزب لا ما هوش بالأعرب مش نحفظ ستين حزب برا